الدولة لها أدواتها وألياتها في التعاطي مع هذا الأمر إما أن هي تتخذ من الإجراءات القانونية أو من الإجراءات الاحترازية أو أن هي تستخدم ألية مثل البورصة المصرية للسلع لطرح هذه السلع بيعاً وشراءاً على المنصة وهناك طبعاً أدوات أخرى يسمح ديها الاقتصاد الحر في التعاطي مع أي أزمة قططرة بسبب نقص أي سلع أو المغالاة في تسعير أي سلع أو عدم إظهار السعر لأي سلع طيب دكتور إبراهيم بما أني عندي فقد تقريباً 400 ألف طن إيه السر وراء التضخم السعري المهول في الرز هل ده معناه أن أنا في عندي تجار كبار بيخشوا على المضارب يخدو منه هو أو يشتريه في المضرب وهو لسه شعير قبل ما يتضرب ويتضيض ويبقى زي اللولي ولا أنه في حاجة تانية أنا لسه مش أدرس توعب لا خلي بالحضرتك يعني أنا دايماً بقول في كل سلعة لها تجارها ولها قائميها وبنسميها باللغة الإنجليزية ماركت نيكرز أو صنيع السوق أنت النهاردة عندك فائد ولكن هناك الكثير من الوسطاء الجدد والمندسين على هذه الصناعة وبدأوا في تخزين هذه السلعة وعدم إزهارها وحبسها على المواطن هذه واحدة الثانية هناك بعض التجار اللي هما بيتلعبوا في ظل هذه الأزمة وبيحبسوا البضاعة أو بيخفوها بغرض يعني يقول المضاربة في الأسعار في فترات قادمة والحقيقة أنا عايزة أقول لحضرتك أن الأسعار الاسترشادية اللي تم وضعها من قبل مجلس الوزراء اللي هو 12 جنيه و15 جنيه و18 جنيه هذه الأسعار عادلة وفيها أرباح مجزية بالنسبة للمزارع وبالنسبة لالتاجر إنما انت عارف في بعض ضعاف النفوس الحقيقة بيحاولوا أن هما يعزموا أرباحهم وإراداتهم ولكن لا يجب أن يكون على حساب الشعب في هذه الفترة الحاكمة